السبعة وأربعة دقائق أهلا وسهلا ومرحبا بكم مساء النور للجميع ومتواصلين فيديونا في مواكبة خاصة لطفن الأقصى طفن الصمود طفن الغزة نحكيه اليوم كالعادة نحكيه على غزة نحكيه على فلسطين طفن الأقصى شكرا على المتابعة زعبار في الإخراج حسام في اللايف سريمي جهدي واصلي في الأعداد سامح مفتاح من قدام اللاميكرو وأنا سعيدة جدا أنه قبل الحضور معنا شكرا لي على تنبيت الدعوة سعادة سفير فلسطين بتونس هاي الفهوم معلي سفير مرحبا بك أهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستضافة في هذا الوقت الصعب جدا اللي بتمر في شعبنا الفلسطيني في غزة وفي كل أنحاء فلسطين في الداخل وفي الخارج اللي أثبت صموده وأوجه التحية لشعبنا وأهلنا في تونس لهذه الوقفة في نفس القندق مع إخوانهم وأشقائهم في فلسطين وشكرا لكم مرحبا بك أنا أحنا ديما كيف يكون سفير نستضيفهم قلوا له مرحبا بك في بلادنا أحنا نقول لك مرحبا بك في بلادك وأنت فعلا السفير الرسمي لفلسطين في تونس لكن كلنا سفراء لفلسطين ولكلنا فلسطينيين وكلنا ديما أقول إحنا رأنا ماناش متضامنين مع القضية لأن أصحاب القضية القضية الفلسطينية بش نرجع معاك اليوم لبرشة ويرخ ونحكيه تاريخ جغرافيا اقتصاد نحكيه غزة الضفة الغربية نحكيه حماس فتح نحكيه 48 73 67 لكن وحنا نحضر وحنا ندخلين دقائق قبل دخولنا مجزرة جديدة بغزة ساعة السفير 500 ضحية في غارة على ساحة مستشفى الأهلي المعمدني المعمدني في غارة مستشفى المستشفى والكنيسة المعمدنية 500 ضحية لهذه الغارة الصهاينية نحن نواجه الآن حرب إبادي في الواقع اللي لم يخفيها القادة الصهاينة من رئيس الوزراء نتنياهو المتعجف اللي هو ساقط أخلاقيا أساسا في الداخل وفي الخارج لكل التنظيمات الإرهابية تبعت المستوطنين والمتطرفين اليمينيين المتدينين اللي رفعوا شعار مسح بش فلسطين فقط مسح العرب وإنه لابد من أن يقوموا بجهد يعني في أعلى مستوياء لتفتيت الوطن العربي ومسحه وإخضاعه إذن الهدف الاستراتيجي اللي خططته القوى الاستراتيجية من عشر عقود بدأت في تنفيزه وتأسيسه للحركة الصهيونية اللي استثمر في المآسي اللي حصلت في الحروب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية شايفيه واللي بعدها إجا اتفاقيات سايكسبيكو لتفتيت الوطن العربي وبعدها وعد بلفور بعدها نقل فلسطين إلى الانتداب لاستعمار البريطاني في الموضوع لإحلال محل الشعب الفلسطيني وتبخير الهوية الوطنية الفلسطينية أنا في رأيي أنه هاي القوى العزمة اللي استعمرت عقول شعوبها وشعوب العالم على مدى كورون وعقود في الموضوع حاولت مباشرة منذ أكتر من عشر عقود تبخير الهوية الوطنية الفلسطينية وحجبت عنها كل الإمكانيات لمواجهة هاي الحملة الإحلالية الاستعمارية الصهيونية على أرض فلسطين لخلق قاعدة تنفيذية للقوى الاستعمارية بهدف استراتيجي هو تفتيت الوطن العربي والهيمن عليه بشكل مباشر وغير مباشر الآن الحقائق كلها تكشفت أمام هاي المواجهة اللي ساري بين شعبنا في فلسطين والإجرام القائم في هذا الاحتلال على أهلنا في غزة في الموضوع يعني منذ خمسين عام من حرب الثلاثة وسبعين لليوم لأول مرة تعلن يعلن الكيان الصهيوني إعلان حرب ويجمع لها القوى الاستعمارية الكبرى اللي بيسموها القوى الأطلسية مين تحرك الولايات المتحدة فورا بايدن يعلن عن 8 مليار دولار دعم عسكري وأمني لإسرائيل يحرك حاملة الطائرات والأسطول بريطانيا تحرك الأسطول تبعها دول أخرى تعلن عن تمرير معلومات استخباراتية للأمن الإسرائيلي يطلعوا في بيانات بقولوا أنه إسرائيل بخطر من إلها الحق أنه تدافع عن حالها طب الشعب الفلسطيني ما قلوش الحق حسب الشرعية الدولية أن يدافع عن ذاته قطعوا كل شيء عن أهلنا إن كان في غزة إن كان أهلنا المحاصرين بالقدس الشرقية أهلنا المحاصرين في الضفة الغربية حتى أهلنا وشعبنا في 48 محاصر في الموضوع هؤلاء حق للشعب الفلسطيني أن يقاوم هذا الاحتلال طب الشرعية الدولية تعطينا الحق في مقاومة الاحتلال الكل وافق على حل أنا أقول بيش عادل ولكنه مقبول اللي هو حل الدولتين لأن الحل العادل في الموضوع فلذلك نحن نعيش الآن في مفترق طرق استراتيجي ويعني قناعاتي كاملة قد أكون مخطئ في قراءاتي إنه هذه الاستراتيجية بدأت تهتز من داخلها وسط النهار من داخلها اللي صاير اليوم هو استهداف متواصل وكأنه ممنهج للمدنيين خصوصا النساء والأطفال والشيوخ نحكيه على 394 مجزرة ارتكبها الكيانة الصهيوني بحق العائلات الفلسطينية نحكيه على 2136 شهيد أكثر من 65% منهم من الأطفال وكأنها محاولة إبادة جماعية معالي السفير هي حرب إبادة جماعية وهم لا يخفون ذلك ولكن المقرف والمقزز أن الإعلام الغربي الذي يدعي بحرية الإعلام ونقل الحقيقة للمواطن يخفي كل هاي الحقائق عن الرأي العام في الغرب في بعض العواصم الأوروبية تخيلي درجة الوقاحة التي توصلوا لإلها اللي برفع العلم الفلسطيني حتى لو كان راكب سيارته بدفعه أظن 130-140 يورو تخيلي في الموضوع أصبحوا يخشون ويرتعبون من رؤية العلم الفلسطيني وهذا يؤكد اهتزازهم بثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على الاستمرار بالهيمنة على العقول على المصادر وعلى أوطان الشعوب بما فيها شعوبهم بما فيها شعوبهم في الموضوع تحدثت لبعض العواصم الأوروبية والموقف الفرنسي اليوم نحكيه على الأعلام الفرنسي منع المظاهرات في فرنسا الأعلام اللي تحكي عليها كذلك في شوارع فرنسا ممنوعة ساعت سفير أنت كنت سفيراً سفير فلسطين في فرنسا وتم حتى توسيمك في فرنسا تحصلت على وسامة الاستحقاق الوطني في 2015 لدورك في تعزيز العلاقات الفلسطينية الفرنسية والعلاقات العربية الفرنسية فرنسا 2015 فرانسوا أولاند في 2015 كان موجود وفرنسا اليوم إمانويل ماكرو تفاجئت الموقف الفرنسي؟ تصدمت من الموقف الفرنسي؟ وأنت السفير السابق في فرنسا؟ هي صدمة كبرى يعني في أصعب الأوقات لما عينت في فرنسا يعني حتى قبل مغادرة فرنسا تم طرح مشروع قرار وقانون في الأسامبلية ناسيونال في البرلمان الفرنسي يطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بدولة فلسطين وتم التصويت عليه بالأغلبية ونقل هذا المشروع القرار إلى مجلس الشيوخ كان بعض الأحزاب اليمينية تعارض التصويت على هذا القرار وصرت حدث نوع من دبيت يعني مناقل شيء مجادلي كل واحد على حدة اللي أنا مثلك فيها فلسطين وكان سفير الكيان الصهيوني كمان مثل فيها إسرائيل وكان وزير الخارجية لورون فابيوس أمام لجلة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ وطرحنا كل الحقائق كل واحد طرح كل الحقائق اللي عنده بالرغم من التوجيهات اللي أتت من بعض الأطراف اللي هي تعادل حق الفلسطيني لا أحزابها ولا أعضائها وكانوا بشكله بصراحة الأغلبية بديش أذكر حزب على حزب في الموضوع إلا أنه بعد هذا الحوار وبعد هذه المناقشة مع لجلة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي في السناء لما طرح الموضوع على التصويت أخذ الأغلبية إذن هناك حتى في قوانين وقرارات للبرلمان الفرنسي الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ في الموضوعات وأيضا عقدنا عدة اجتماعات يعني اللي حضرت فيها فلسطين كاجتماعات حكومية مشتركة على مستوى الحكومات في الموضوعات ووقعنا حتى عدد من الاتفاقيات الشراكة بيش بس التعاون ولا الدعم في كل الأطر وعقدنا أهم مؤتمر اللي سمينا مؤتمر الشراكات اللامركزية في فرنسا تحت إشراف الرئيس هولندو الرئيس أبو مازم في هذه الفترة حضروا أكتر من 700 رئيس بلدية من فرنسا ومن أوروبا وحوالي 70 رئيس بلدية من فلسطين حتى نعزز ما يسمى بالشراكة اللامركزية اللي فرضت حالها على الحكومات فبعد كل هذا التطور وأنا كنت أول سفير يقدم أوراق اعتماده لرئاسة الجمهورية في الموضوع وكان فيه هناك حوار عميك وتفاهم عميك في الموضوعات فأنا زهلت وصعقت صعقته صعقته من هذا التراجع بالموقف الفرنسي لأنه كل الملفات موجودة يعني إذا كنتم أنتم تعتبرون أنفسكم عنوين الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان وترون المدابح التي تحدث في فلسطين في أهلنا في غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية في حوارة في جنين في نابلس في كل مكان في الموضوع على الأقل يعني يجب أن تثبتوا مصداقيتكم في وقوفكم مع هذا الحق الفلسطيني آمل بش تفسر الموضوع